صحة وسعادة اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المميزة إذاعة نور دبي مستمعين مثل ما عودناكم هيئة الصحة تطل عليكم بهذا البرنامج ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نطرح في هذا البرنامج العديد من المواضيع الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع فأهلا بكم أطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف ومن الإخراج لسعادة أيمن سرحيل ومن فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي من قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي كل الأمنيات لكم بحلقة مميزة إن شاء الله مع مطلع هذا الأسبوع حقيقة مستمعين مع أشراغة هذا الصباح تستعد الهيئة هيئة الصحة بدبي لإطلاق مشروعين في غاية الأهمية هذين المشروعين هم الملف الطبي الذكي الشامل سلامة والملف الطبي الإلكتروني الموحد نابض إذا أسعفنا الوقت إن شاء الله خلال هذه الحلقة ما ننتقل يعني إلى موقع الحدث وما نحاول نغطي لكم بعض المواضيع إذا ما أسعفنا الوقت على أساس تتعرفون أكثر على هذين المشروعين ولكن بإذن الله غدا سوف نخصص الحلقة للحديث عن هذين المشروعين عموما أيضا يوم الأحد مثل ما أنتم تعرفون تطالعنا صفحات البيان بملحق شامل صحي هو البيان الصحي اللي يصدر بتعاون مثمر كذلك ما بين هيئة الصحة بدبي وصحيفة البيان الملحق في العديد من الأخبار الشيقة خلونا نبدأها معاكم في الصفحة الأولى خبر بعنوان 16 مركز لفحص اللياقة الطبية توفرها صحة دبي تفاصيل الخبر تسعى هيئة الصحة بدبي ضمن جهودها المستمرة إلى تقديم خدمات متميزة لمتعامليها من طالبي الفحوصات اللياقة الطبية من خلال مراكزها المتخصصة في هذا المجال والمنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة كما تحرص الهيئة على الاستجابة السريعة للاحتياجات المتزايدة للمتعاملين في ظل الطلب المتزايد على مثل هذه الخدمات اللازمة لإصدار وتجديد الإقامة عن طريق التوسع في مراكزها مراكز الفحوصات اللياقة الطبية وتزويدها بالأجهزة والتقنيات المتطورة وتنويع خيارات فحص اللياقة الطبية لأكثر من مليونين ونصف المليون مراجع في العام الماضي طبعا خيارات حصوها هذه الخدمات يتم تقديم تحقق أقصى درجات الرضا للمتعاملين قلنا في عام 2015 2 مليون ونصف تم فحصهم بزيادة قدرها 21% عن العام 2014 خبر آخر يقول صحة دبي تطلق خدمة نوعية للمصابين بعمل ألوان التفاصيل تشير إلى أن هيئة الصحة بدبي أطلقت مؤخرا خدمة نوعية جديدة خصصتها الهيئة للمصابين بمرض عامل ألوان حيث أتاحت الهيئة لهذه الفئة من الجمهور خدمة تصفح موقعها الإلكتروني بكل سهولة ومن دون عناء وذلك بمجرد كبسة زر على أيقونة خاصة في الموقع تتحول معها الألوان إلى لونين الأبيض والأسود ما يساعد المصابين بهذا المرض من التنقل بين صفحات الموقع والاستفادة من محتواه الخدمي بكل يسر وسهولة ويتسبب مرض عامل ألوان لدى المصابين به في عدم القدر على التمييز بين بعض الألوان أو كلها والتي يمكن أن يميزها الآخرون هو مرض وراثي كما تعلمون في غالب الأحيان لكن من الممكن أن يحدث بسبب خلل في العين أو العصب البصري أو الدماغ أو بسبب التعرض لبعض المواد الكيموية تأتي هذه الخدمة الذكية الجديدة التي أضافتها الهيئة للمصابين بعمل ألوان ضمن سلسلة الخدمات والتطبيقات المبتكرة التي تتبنى هيئة الصحة بدبي تنفيذها والتي تستهدف التسهيل على جمهور المتعامل وخاصة ذوي الإعاقة للحصول على خدمات الطبية الراقية بطريقة تتناسب وظروف المرضى وذوي الإعاقة أيضا يعني في مجموعة عنوين كثيرة نزلت في منحق البيان الصحي اليوم بستعرضها معاكم أهم العناوين هي مركز دبي يجمع 48 ألف وحدة دم في عام 2015 خبر آخر يقول وهو خبر عالمي تلوث الهواء يقتل أو يقتل خمسة ملايين شخص في مختلف بلدان العالم أيضا من العناوين المهمة أنترنت مجاني في مرافق صحة دبي وخبر سعيد يؤكد المتزوجون أكثر صحة وسعادة من العزاب هذا ما أدري الحين هذا الخبر صحة غلط الله العالم بس لا هو إن شاء الله يكون صحيح عموما عنوين أخرى تقول الأمهات العاملات أقل عرضة للاكتئاب ومن العناوين أيضا التطوع يطيل العمر ويحسن الصحة في خبر ثاني يقول أو العنوان آخر يقول ابتكار جديد للحد من ولادة الخدج مستشفى راشد يطبق برنامجا عالميا لعلاج الجلطات القلبية ومن العناوين أيضا دراسة تشير إلى أن سوء تخزين الأطعمة هو المسبب الرئيسي للتسمم الغذائي وخبر من الصحة والجمال من صفحة الصحة والجمال في البيان الصحي يؤكد أن فيتامين سي فعال جدا لبشرة خالية من التجاعد الآن أنتم شفتوا هاي المجموعة من الأخبار اللي ذكرناها التفاصيلها يا أتيمات الخير بتحصلونها ضمن الملحق الخاص بالبيان الصحي اللي يصدر حقيقة بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر صحيفة البيان وبين هيئة الصحة بدبي يعني مواضيع شيقة قيمة الواحد ممكن يتعرف عليها وأيضا نحن خلال هذا الاسبوع كذلك بين فترة وفترة ما نحاول نختار بعض من هذه المواضيع ونطرحها عليكم خلال هذه الحلقة فاللي حاب يطلع على تفاصيل هذه الأخبار ممكن أن يشوفها في ملحق البيان الصحي الصادر مع صحيفة البيان اليوم أيضا مستمعين مثل ما عودناكم نحن دايما عندنا مواضيع شيقة اليوم نطرح موضوع مهم جدا لكل أفراد الأسرة واللي يختص بالأطفال تفاصيل هذا الموضوع ما نتعرف عليه بعد الفاصل ولحاب يشاركنا خلال البرنامج يقدر أن يتصل على الرقم 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006 نطلع فاصل طيب فاصل يا مستمعين لا تروحون بعيد ونرجع لكم مع هذا الموضوع بيكون معانا بعد الفاصل بإذن الله الدكتور طارق هاشم حبيب اختصاصي أول مسؤول وحدة طوارئ الأطفال بمستشفى دبي ومنستعرض معاه هذا الموضوع اللي تحدثنا عنه فاصل ونرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي تأتيكم من طلع هذا الأسبوع الذي نتمنىه إن شاء الله مليء بالإنجازات عليكم مستمعين برنامج صحة وسعادة كما تعلمون هو برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي قبل الفاصل كنا وعدناكم أن أطرح موضوع مهم حيث تشير تقارير حديثة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن العالم يشهد كل عام وفاة نحو عشرة ملايين من صغار الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة ويعني تحدث سبعة أعشار تلك الوفايات بسبب حالات مرضية يمكن الوقاية منها ويمكن علاجها وهناك نسبة أخرى غير بسيطة من الوفايات وبجانبها تشوهات ومشكلات صحية أخرى ناجمة عن الحوادث التي يتعرض لها الأطفال يوميا والتي يمكن تداركها ووقف مخاطرها وتجاوز آثارها كما تقول المنظمة موضوع مهم جداً اللي من طرح الحينة اللي هو موضوع إصابات الأطفال لذلك يعني يشرفنا ويسعدنا أن نستضيف معنا الدكتور طارق هاشم حبيب السامرائي اختصاصي أول ومسؤول وحدة الطوارئ بمستشفى دبي حياك الله معنا دكتور الله يسلمين شكراً جزيلاً على استضاعفاتكم دكتور في البداية خلنا نتحدث عن مجمل الحوادث المنزلية التي يتعرض لها الأطفال قبل لا نستعرض باقي المحاور نعم الحوادث المنزلية يمكن إذا حد يعرفها بصورة بسيطة هي أي فعل أو رد فعل غير مرغوب فيه وغير متوقع ممكن حدوثه داخل جدران المنزل نحن عارفين أنه الأطفال أحبابنا موجودين في كلب البيوت وطبعاً الأطفال الكافية عمرية هم غير قادرين على حماية أنفسهم لذلك نتوقع من أولياء الأمور الأسرة بصورة عامة أن تجعل عالمهم أكثر أماناً وأكثر سلامة والحفاظ عليهم من أي حوادث منزلية ممكن تفاديها قدر الإمكان الطفل يمكن فيه تعريف الطب وكثير من الأطباء النفسية الأطفال يقول هو عدو نفسه في السنوات الأولى لأنه قد يسبب بضرر لنفسه بدون أن يدرك ما يدرك المخاطر اللي ممكن أن تحيط به حتى ضمن جدران المنزل تقييمة لهذه المخاطر يكون ضعيف معرفته بالمحيط الخارجي يكون قليل فضولة كبيرة نشاطة كثيرة في الأطفال اللي يكونون أكثر عرضة يمكن للحدوث بعض الحوادث داخل المنزل بالإضافة لذلك محاولة الأطفال تقليدهم الكبار وأحياناً تقليدهم لبعض الشخصيات الكرتونية اللي ممكن تظهر أيضاً ممكن تأدي بيهم إلى مخاطر أحياناً إصابات بليغة من جرى هذا التصرف هنا نتوقع أنه دور الأهلي يكون كبير بمتابعة ومراقبة الأطفال بصورة مستمرة قدر الإمكان نحاول نتجنب أي إصابات أو مخاطر ممكن يتعرض لها الطفل في حركته المفرطة في هذا العمر في البيت طيب دكتور الأمراض اللي تعد طارئة بالنسبة لتقييمكم يعني بالنسبة لكم شو هي الأمراض اللي تعد طارئة والأعراض التي تستجعي لجوء الأم وأخذ طفلها إلى الطوارئ إذا رجل نتحدث عن موضوع الإصابات بصورة عامة الإصابات عالة تحدث لأسباب كثيرة في المنزل مخاطرها كثيرة يمكن إحنا كل ما جاء تتطور الحياة وجاء تدخل تغييرات وأمور كثيرة بأجهزة جديدة على البيت استخدام مواد مطهرات منظفات في داخل البيت أسباب الحوادث المنزلية ممكن واحد يلخصها ببساطة بواحد حوادث السقوط اثنين الجروح ثلاثة الحروق أربعة الاختناق خمسة التسمم ستة الغرق سبعة الصعق بالكهرباء ثمانية ابتلاع بعض الأشياء اللي غير قابل الأكل وأحيانا بالإضافة إلى حوادث الغاز وعوادث ثقاب فالتفاصيل كثيرة تحيط في جدران المنزل وحوالين البيت أيضا أمور كثيرة يحتاج أنه واحد يحاول يوفر فيها سلام وأمان إلى الأطفال ممكن طبعا بتصنيفنا نحن أطباء الطوارئ للأطفال كل واحدة من هذه النقاط سواء كامة السقوط أو الجروح أيضا تتضمن تفاصيل أخرى السقوط مثلا ممكن يكون السقوط من الأثاث المنزلة الطفل يتسلق الكرسي أو الطاولة ممكن يتسبب بسقوطها على الأرض ومن ثم حدوث إصابات أحيانا الإنزلاق على الأرض إذا كانت الأرض رطبة وبقايا من أحيانا المساحق الغسيل عليها ممكن أنه أيضا يسبب إصابات بسبب الإنزلاق والنوع الثالث من السقوط والسقوط من النوافذ أو الشرفات يمكن أن يهمنا كثيرا نوضح قسم الأسباب التي تؤدي إلى هذه الإصابات وكيف ممكن أن الأهل يتداركوها إذا رجل نمطي ملخص بسيط عن بعض الأسباب الممكن أنه تؤدي إلى حدوث إصابات السقوط على الأثاث المنزلة مثلا كثير من الأهل يتركون الطفل يقف على الكرسي أو على الطالة وأحيانا يشجعون أو يتحدون أنه ممكن يقف وهذا واحد من الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى سقوط الطفل عن الأثاث أحيانا الأمور البسيطة الأوم تريد تغير مثلا ملابس رضي أيضا تخليه على طاولة مرتفعة لا يوجد حواجز فممكن أن يسبب سقوطها يسبب لأذى وإصابات أحيانا ترك قسم من الأطفال التي تعلمون المشي تركهم قربة سلالم يتسلق الطفل وممكن يسبب سقوط عن السلالم أيضا في أذى أو إصابات أحيانا الأمور البسيطة مثل تثبيت الأثاث المنزلة المكتبة وطاولة التلفزيون كثير من الأطفال يتشبث بها ويسحبها وأحيانا تقع عليه فإذا ردنا نلخص بعض أسباب حالات الإنزلاق ترك الأرض رطبة أحيانا عدم توجيه الأهل بتنشيف المناطق التي تم غسلها حديثا عدم وضع سجادات مثلا الإنزلاق في داخل الحمامات النوع الثالث من الإصابات اللي هو مؤذي أكثر وممكن يؤدي إلى أحيانا إصابات خطيرة عهد دائمة وحتى وفات والسقوط من الشرفات والنوافذ إحنا ما زلنا نتكلم عن موضوع واحد وفقط موضوع السقوط ويمكن تشوف التفاصيل اللي شعبنا فيها كثيرة ترك أبواب الشرفات أحيانا بدون قفل ترك الأطفال في داخل البالكوني أو الشرفات بدون متابعة أحيانا كثيرة قسم الأهل يتركون قسم من الأثاث قريب على حافة الشرفة فيتسلق الطفل والطفل عندهم فضول أنه يحبون ينظرون إلى المارة فيرتقي هذا الأثاث لموضوع قرب الشرفات وممكن يسبب في سقوطها أحيانا عدم وضع حواجز عن نوافذ المخافضة كثير من البيوت فيها نوافذ مخافضة ممكن يصلها الطفل ما يحتاج يسلق وما في حواجز تمنعه فما في أقفال عليها فهذا ملخص الجزء الأول من الإصابات اللي ممكن يصير لأسبابه السقوط الجروح ممكن أيضا تكون النوع الآخر من الإصابات اللي تواجه الأمهات أو أولياء الأمور لأطفالهم في البيت والجروح أسبابها كثيرة يمكن واحد من الأماكن المهمة اللي تسبب أقلب إصابات الأطفال هي المطبخ لأنه يمتاز بوجود كثير من الآلات والأجهزة الحادة عدم حفظها بصورة صحيحة بعيدا عن متناول الأطفال أحيانا هذه الأجزاء الحادة والمدببة والقسم الأجهزة ترمى في القمامة اللي تكون مفتوحة فحتى لو الأم حافظت عليها في وقت استخدامها في المطبخ لكن رميها أيضا يكون في مكان مكشوف ممكن الطفل أنه يتناولها إضافة لذلك استخدام كثير من الأواني الزجاجية اللي موجودة في المطبخ اللي ممكن أيضا تسبب جروح للأطفال في وقت أنهم صارت عن متناول أيديهم ممكن يعني يستخدمهم وتكون كسرها حيسبب إصابات غالبا تكون جروح عميقة وغير متظمة إلى الأطفال إذا رجنا أخذ أسباب أخرى للحوادث المنزلية فهي ابتلاع الأشياء غير القابلة للأكل أحيانا الأزرار، الخرز، الحلق وهذه طبعا مخاطرها بالنسبة إلى طب الأطفال هو تناولها ممكن يسبب سد مجال التنفس وأحيانا تسبب بالاختناق للأطفال أيضا وحدة من الأمور اللي تسببها هو عدم اختيار الأهل للألعاب المناسبة نحن نشوف الأسواق كثير من الألعاب تحدد على العلبة نفسها فئات عمرية معينة تصلح لاستخدامها فأي ألعاب تحتوي على قطع صغيرة أو أجزاء يمكن فكها هذه ما مخصصة للأطفال العمارهم أقل من خلال السنوات لأنها ممكن تسبب سد مجال التنفس أو الاختناق لوضحها في الفم أحيانا أيضا عدم التخلص من قسم الألعاب يمكن قسم الألعاب تكون قطعها كبيرة لكن كسرها أو عطبها في البيت ينتج عنها أداء صغيرة ممكن أنه الطفل يتناولها خصوصا أحيانا البطاريات الصغيرة التي تستخدم في كثير من الأجهزة الكهربائية هذه مخاطرها كثيرة لأنه ابتلاحها ممكن يسبب أذى أحيانا اختناق إذا ردنا ننتقل إلى نوع آخر من الحوادث المنزلية لصير الأطفال فهي حالات التسمم أجزاها أيضا كثيرة حالات التسمم ممكن تصير بالأطفال بأسباب واحد تناول الأدوية اللي يستخدمها البالغين من الأهل أحيانا تناول الأمور الغير قبل الأكل مستحضرات المنزلية المنظفات المعقمات أحيانا مستحضرات التجميل اللي ممكن تستخدمها الأمهات أو أحيانا تسمم بالأغذية الفاسدة التسمم بحد ذات ممكن يؤدي أيضا إلى إصابات خطيرة عند الأطفال وأحيانا إصاباتها تكون دائمة وصعب تلافية فإحنا نحاول دائما ننصح الأهل أنه بما يخص الجزء الأول التسمم بالأدوية نحاول نحتفظ بعبوات الأدوية مغلقة بإحكام وبعيدا عن متناول الأطفال أماكن وضعها لازم تكون عالية ومقفلة وما ليست سهلة الفتاة أيضا قسم من الأهل أحيانا يفتحون العلب مالة الأدوية ويستخدم الحبوب يحطها في أواني أخرى اللي هي تستخدم خلينا نقول للأغذية فالطفل يخطئ باستخدامها وضع الأدوية لازم يكون دائما في داخل العبوة الأصلية مقفلة بإحكام حتى يصعب على الطفل أنه يفتحها إذا كان فيه أدوية أدوية عندنا في البيت منتهية صلاحية يفضل التخلص منها ما تنترك على الطاولة أو تنترك على الأرضية في البيت دكتور يعني الموضوع شيغ جدا وحاولت قدر إمكاني أنا ما قاطعك ما شاء الله أنت غطيت معظم المحاور لأنك أنت أبغي أسأل عنها أنا بستكمل معاك الحديث دكتور معلومات جدا مهمة يجب على الكل أن يتعرف عليها ويعي لها حوارنا مستمر معاك دكتور ما يتعرف أكثر على الحالات الأخرى اللي ممكن الواحد يشوفها مع الأطفال ومن استعرض كذلك أيضا المكانيات والتجهيزات المتوفرة في منستشفات الهيئة وبتحديد منستشفات بي لكن بعد ما نوقف مع فاصل قصير مستمعينا فاصل ومن ثم سوف نواصل باقي أجزاء هذه الحلقة فابقوا معنا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي مستمعينا قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند الحديث عن حالة مش حالات السمم نحن تكلمنا عن كل الأمور اللي تخص حقيقة طوارئ الأطفال دكتور أنت تحدث عن السقوط الجروح البلع وحالات التسمم أيضا شو هي الحالات الأخرى اللي ممكن الواحد يوجزها بشكل سريع أساس في عندي مجموعة نقاط أبغي تطرق لها في مجال الطوارئ للأطفال تمام خلنا حاول نوجز النقاط أو الحوادث الباقية اللي ممكن يصير عند الأطفال وحدة من أهمها هي الحروق والحروق اللي تجينا إلى أقسام الطوارئ على تنكون متعددة أحيانا تكون الحروق بالسوائل الساخنة اللي نقول عليها الحروق السلقية وأحيانا بالتماس مع الأدسام الساخنة مباشرة أو التماس مع الكيمويات الحروق واحد من الأمور الشائعة طبعا في كل البيوت أحيانا شغل المطبخ يطلب أنه تسخل ماء سواء اللي ساخنة خصوصا في وقت الطبق اللي يصير الأهل أيضا لهم إهمالهم أو نقول تقصيرهم لا دور في إصابة الأطفال بالضرر واحدة من عندها وضع الطاقة من الساخن على طاولة الطعام اللي موجود عليه شرشف اللي ممكن يسحبها الطفل وتسقط عليه أحيانا تسخين السوائل وضحها في أماكن منخفضة سخنة الأم والماء وخلت على الأرض الطفل يحبو وممكن يوصل ويسبب أيضا بالحروق أحيانا تسخين السوائل وضحها نحن ندري في طباخات اللي موجودة في عيون خارجية وداخلية فوضع الأباريق الشاي أو السوائل الساخن اللي تسخن على الجزء الخارجي من الطباخ سهل الوصول لها الأطفال أيضا ممكن يصابون بسببها تستغرب أحيانا قسم من إصابات الحروق التي جنن للطوارئ سببها أنه الأبو أو الأم يشرب المشروبات الساخنة والطفل يكون في حضنة طفل يتحرك فجأة نقول أنه نطلب من الأهل أنه عدم وضع الأطفال في حضنهم إذا كان هو جاي يشرب أي شيء من السوائل الساخنة أو حتى جاي يصبها أحيانا في المطبخ ترك الطفل الدخول إلى المطبخ أحيانا أيضا يصيب قسم الإصابات الحروق السكن بالمياه الساخنة تكون سببها عدم قياس درجة الحرارة للسوائل قبل الاستحمام الأم تريد تحمم الطفل لكن ما قاس الحرارة فتحة الدوش أو الماء الساخن سبب الضرار يعني دكتور أنت كل هذه الحالات وكل هذه الأمور يعني أنا أتخيل الإصابات هذه قد تحصل يعني أنتوا في أغسام الطوارئ يعني أنا بتكلم على الجزئيتين أول شيء شو الفرق ما بين الطوارئ بشكل عام وطوارئ الأطفال الشغلة الثانية الاستعدادات الخاصة باستقبال الأطفال في أقسام الطوارئ شو هي التجهيزات اللي موجودة عندنا في المستشفى دبي من استقبال مثل هذه الحالات وكيف يتم التعامل معها لأننا يعني أنا أتخيل أبسط شغلة من اللي ذكرت أنت يعني هذه روحة يبغي لها استعدادات خرافية أبغي أتكلم عن هذا الموضوع طبعا إحنا دائما نقول أنه الفئة العمرية للأطفال خصوصا لأنه هما أكثر إدراكهم قليل وأكثر عضة للإصابات التعامل معهم يختلف عن كبار دائما التعامل مع الأطفال يمثل تحدي الطفل غير قادر عن التعبير حتى عن المشكلة اللي جاي يسبب لأذى أو وجع وأحيانا حتى المرافق اللي يجي وللأمر ما يعرف بالضبط الطفل جايبت لكن ما يعرف السبب التعامل مع الأطفال بالنسبة للأطباء الكادر التمريض دائما تمثل تحدي يحتاج أنه يكون عندك مهارات كافية معلومات كافية وخبرة أيضا علشان يكم التعامل معهم بصورة صحيحة بالنسبة إلى مستشفى دبي تم تجهيز قسم الطوارئ للأطفال اللي هو الرئيس وحدتها تعامل هناك يتم وصول المرض إلى قسم الاستقبال في ممرضات يقومون بتقييم الحالة مبدئيا يسموهم ممرضات الترياج على أساس الأعراض اللي جاي فيها المريض عمره على أساس أيضا الفعاليات الحيوية اللي هي الحرارة الضغط والنبض اللي تقاس لكل المرضى اللي عنده وصولهم للطوارئ فيتم تصنيف هذه الحالات حسب شدتها طبعا الشدة مالته هي اللي هتفرض وقت دخول المريض على الطبيب أحيانا وقت الزيارة أو وقت وصول المريض بالنسبة إلى أربع أو خمس مرضى ما يكون هو العامل الرئيسي في توقيت زيارة الطبيب إلى الدخول المرضى حيكون حسب أولوية شدة الحالة الأطباء الكادر التمريضي هم متخصصين في قسم حوالث الأطفال أو طوارئ الأطفال يتم دخول الأطفال بعد أنه ناخذ القراءات الأولية ويتم دخولهم على الطبيب المختص القسم الأطفال في مستشفى دبي يمتاز بأنه مجهز تجهيز كامل ابتداء من الكادر الطبي في هناك أربع عشر طبيب اختصاصي ما في عندهم مهاراتهم طبعا عالية والتعامل وطبعا الاختصاصيين دائما يكونوا موجودين على مدار أربع وعشرين ساعة قسم الطوارئ يعمل أربع وعشرين ساعة سبعة أيام في الأسبوع ويقدم خدماته لكل الفئات العمرية لغاية بالنسبة للقسم الأطفال تعريفة لغاية عمر طيب دكتور شو الفرق ما بين طوارئ الأطفال والطوارئ العادي الطوارئ الأطفال عالة تستلزم أنه الشخص يكون مهاراته أكثر بالتعامل مع الأطفال بالنسبة إلى تصنيف الأطفال إحنا يمكن ندري بأنه الأجهزة الجسم الخاصة بالأطفال تكيفها وتعاملها بما يخص وظائف الجسم بصورة كاملة سواء كالكالياتين أو الكبد أو حتى التخلص من السموم تكون محدودة بالنسبة إلى الأطفال فالمخاطر تكون أعلى بأمراضهم وإصاباتهم فتأخذ كل الحالات المرضية التي توصل إلى المستشفى دبي قسم الأطفال تأخذ بجدية تامة يتم التعامل معها من قبل ناس كفوئين مهاراتهم عالية بالتعامل مع قسم الأطفال وبالذلك بالابتداء من وقت وصوله ولذلك كل الأطباء الموجودين والتجهيزات المعمولة مرتبة بطريقة ابتداء من التعامل مع الحالات الطارئة اللي هي الغرف اللي إحنا نسميها غرف الإنعاش اللي تحتاج أنه تدخل بسرعة لينقاذ حياة مريض لأنه وضعه غير مستقر ما بين من وقت وصوله بالإضافة لها هناك أيضا عيادات لحالات غير الطارئة إذا كانت تصنيف حالة المريض بعد وصوله إلى قسم الطوارئ أنه حالته غير طارئة أيضا يتم التعامل معه في مكان مختلف قسم الأطفال اللي هو قسم طوارئ الأطفال في مستشفى دبي قسم منعزل ابتداء من المدخل أو المكان مات عن قسم الكبار وهذا أيضا يوفر نوع من الخصوصية والراحة بالنسبة إلى المرضى بالإضافة لها التجهيزات اللي موجودة به للتعامل مع الحالات الخطيرة الحالات الغير مستقرة أيضا تجهيزات متكاملة وممكن أيضا التعامل معها في قسم الطوارئ إذن هناك أكثر من منفذ حقيقة للأطفال في منشآت هيئة الصحة هناك مستشفى لطيفة وأيضا في عندنا مستشفى دبي اللي هي وحدة طوارئ الأطفال بمستشفى دبي دكتور طيب بعد ما يدخل الطفل الطوارئ وتم تشخيص حالته أو تقديم العلاج المناسب له كيف يتم التنسيق بين قسم الطوارئ وقسم الأطفال والأقسام المتخصصة الأخرى تمام نحن نعرف أنه الجزء الأول من العلاج المرضي يبدأ في قسم الطوارئ التعامل مع إبعاد عن الطفل عن مرحلة الخطر التدخل علاجيا وحتى مختبريا أما يستلزم الأمر الساعات الأولى دائما تكون هي وظيفة قسم الطوارئ أحيانا قسم كثير من الأطفال تستقر حالتهم بعد بضع ساعات من العلاج في الطوارئ وما يحتاج أنه يرقد في المستشفى أو يدخل أو يحول إلى أقسام أخرى متابعة بعد زيارته إلى قسم الطوارئ تكون من قبل عيادات مراكز صحية الأولية ممكن أنه يتابع معهم وطبعا مغادرتها تكون مع الأدوية ماتة كاملة وعلاجة قسم من الحالات لا تكون شديدة بعد بدء التعامل معها في قسم الطوارئ وبعد بضع ساعات تستقر حالة المريض يبتعد عن مرحلة الخطر لكن يحتاج وقت أطول للتعافي أو للتحسن أحيانا بضعة أيام فيتم إدخال إلى المستشفى قسم الأطفال بالنسبة إلى مستشفى دبي أطباء الطوارئ بعد إجراءات الأولية للعلاج هم مخولين بأنه يختارون الحالات التي تستدعي البقاء في قسم الأطفال لبضعة أيام تستدعي وقت أطول للتعافي أو الشفاء فهم مخولين أنه يأخذون قرار الدخول إلى المريض ويتم تسهيل أمر الدخول خلال خلال فترة قصيرة وبمرافقة مرافقة ومرضة الطوارئ يطلع الطفل بعد ما يأخذ الجزء العلاجي الخاص بقسم الطوارئ يأخذ حقه في قسم الطوارئ يتم إدخاله إلى المستشفى فما بأي تأخير قرار الدخول لأنه بعد بدء العلاج استقرار حالة المريض غير المستقرة في قسم الطوارئ تكملة العلاج أو إكمالها يتم عن طريق إدخال المريض إلى المستشفى ما حتحتاج إلا ورقة الدخول وتوجيه الأهل مع الممرضة إلى قسم قسم الأطفال جميل دكتور أنا برجع الحين للحديث عن طوارئ الأطفال وتكلمنا نحن عن وجوب يعني أخذ الحيطة والحذر في إصابات الأطفال اللي غالبا ما تكون أثناء اللعب أو المدرسة والحروق والرضوض وإصابات قد تنتج عن حواذ السيارات أو السقوط مثل ما أنت ذكرت يعني كل هذه الإصابات كل هذه الأمور يا ترى ذكرت بعض اتخاذ بعض الاشتراطات الخاصة والاحتياطات اللي ممكن تجنب الطفل أي إصابات تهدد حياته في المنزل أو خارج المنزل هني دكتور أنا يعني حاليا نمط الحياة اللي نحن نعيش في هذا المجتمع قد تكون المسؤولية بعيدة شوي عن أولياء الأمور قد يتم إعطاء مسؤولية تربية الطفل أو الاهتمام بالطفل أو مراقبة الطفل تسند إلى أشخاص آخرين غير الوالدين هذه قد تكون من بين الأسباب اللي تساهم بشكل أو بآخر في تعرض الطفل لبعض الأمور اللي ممكن تؤدي إلى إصاباته هذا صحيح أخوة حمود بالنسبة إلى إحنا دائما نفترض أنه الوالدين أو الأهل هم الناس المسؤولين عن حماية الطفل توفير بيال آمنة الحفاظ على سلامته متابعته عدم الغياب أو الإخفال عنه عن متابعته حركته لكن يمكن هذا الكلام صحيح في فترات كثيرة بدأت تدخل يعني وما يمر الواقب بدأت تدخل تفاصيل كثيرة على حياتنا سواء استخدام أجهزة أكثر في البيت أحيانا المستحضرات أيضا ممكن يزيد عوامل خطورة إصابات الطفل في البيت وأحيانا تحويل دور المتابعة والمراقبة وسلامة الطفل من الوالدين إلى شخص آخر أحيانا كون الأخ كبير بتستغرب يمكن أحيانا أنه الأهل ممكن أنه يكون الموجودين من متابعة الطفل ويطلبون من أخوه اللي هو أيضا طفل يتابع الطفل نحن ندري يعني طفل أربع سنوات ممكن يتابع في البيت طفل أخوه اللي هو الأكبر اسمه الأكبر لكن عمره عشر أو هد عشر سنة هذه الأمور ممكن يزيد المخاطر أنه الأهل الأم أو الأب يتخلى عن دور المتابعة أو الحفاظ على السلامة أو توفير البيئة الأمنة للطفل يتخلى عن دوره إلى شخص آخر أحيانا شخص آخر ممكن يكون شخص غريب مو من الأقار مو من الأهل نعم الخادم هل هذا يزيد المخاطر بالطبع نعم ما رح يكون هذا الشخص حريص مثل الأهل أكيد على المتابعة أحيانا يخفل يمكن في أمور أخرى مكلف بها خارج الغرفة اللي يتابع فيها الطفل يمكن في المطبق في غرق في مكان ما مثل مطبق في سوائل ساخنة أحيانا المتابعة ما تكون بيصير مباشرة يا أما الشخص يكون غير قريب غير حريص أو مكلف بأكثر من مهمة وجود الخادمة في البيت ممكن يكون أحد من الأمور اللي يزيد مخاطر إصابات الأطفال في داخل المنزل وإصاباتها مثل ما قلنا متنوعة إذا ما كانت هي مصدر إذا ما كانت هذا صحيح شفنا حالات كثيرة يعني الأخيرة في هذا المجال دكتور يعني من رؤية أنا شهدت العديد من الإصابات بالنسبة للأطفال وحدة من الشغلات حادثتين غرق للأطفال في الحوض الخاص بالمنزل أيضا مرة المرات قاعد في قهوة وأشوف الأم لا هي بالتيلفون وعندها طفلة ما شاء الله حركية كانت بطحة الأرض يعني الله قدر أني أنا قدرت أمسكها قبل أن أطيح حالة من الحالات طفل يلعب وفي حاجز موجود في المنطقة يطيح راسي ينشق على طرف الحاجز حالة من الحالات الأخرى دكتور يعني مرة داخل زيارة عند أحد الزملاء في بنايته وأنا داخل ساعة وحدة ونص بالليل ثنتين طفلين موجودين تحت مع الحار سبع البناية وساعة ثنتين يعني الصبح استغربت وين أهلهم قال لي سكرتين هذي لساعة ثنتين هني كيف نازلين هني تحت ساعة ثنتين في الليل ليش ما ينعون يعني أنا شوف المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأهل هذا صحيح بس يمكن بالفترة اللي أغلب يمكن الدورة اللي يخص العمل يشغل الأب أكثر أحيانا من الأهل الأم والأب في أولياء أمور كثار مثل ما قلت أحيانا يستثقل المتابعة المستمرة أحيانا تكون متعبة متابعة الطفل ليس بالأمر السهل خصوصا أما تكون في البيت في غرف كثيرة ومثل ما قلنا إحنا بيمكن بتعريف الطب إنه في كل غرفة فيها مخاطر المطبخ لها مخاطرة الحمام لها مخاطرة فمتابعة بصورة دائمة يمكن تكون متعبة يمكن تكون مجهدة لقسم الأهل بالأول والآخر الوظيفة الأساسية لحماية الطفل حفاظ على سلامة الطفل توفير البيئة الآمنة للطفل حتبقى يا وظيفة أولياء الأمور مهما واحد شافها متعبة صعبة متابعة مستمرة أحيانا إنه تستهلك كثير من طاقته من وقته لكن في الأول والآخر هي المسؤولية مسؤوليته هو وما ممكن إنه يتخلى عنها للجهة أخرى يمكن فيه عنا بطرق عامة لحماية الأطفال من الحوالث وإحنا أحيانا كثيرا نشوف إنه كثير من أولياء الأمور الأمهات والآباء عندهم معرفة عميقة في كثير من تفاصيل حياة يمكن التكنولوجيا الجديدة اللي تنزل أحيانا البرامج الجهزة الكترونية لكن معرفتهم أو وعيهم الجزء الصحي اللي خص على الأقل الخطوات الأولى اللي ممكن تعملها الأم في البيت عند حصول حادث ما مثل الحرق مثل الجرح شو ممكن يسوي تحس إنه معلومات ضعيفة تحس إنه الوعي الصحي للوالدين أحيانا يكون ضعيف وهذا أيضا ممكن يسبب مخاطر الأم إذا كان عندها معرفة بسيطة أحيانا معلومات بسيطة ليست هي معلومات متعمقة في الطبق أو دورات لكن ممكن أنه تساهم بينقاض الطفل خصوصا ما تحدث الحادثة في البيت قبل وصول مثلا سيارة الإسعاف قبل وصول الطوارئ فأيضا يهمنا أنه يزيد موضوع التثقيف التوعية الطبية بين أولياء الأمور أحيانا مشاركتهم بدورات أحيانا قراءتهم الخاصة هذا ممكن يساهم بحماية الأطفال بالإضافة ذلك ممكن مفروض يكون في كل بيت مفروض يكون على أقل في علبة أو جنظة إسحافات أولية بها أمور الأساسية الضمادات الممكن توقف النزيف مثلا المراهم ممكن يكون يستخدم الحريق هذه بضرور أيضا أنه تكون موجودة أرقام المتشفات مثلا القريبة إذا كان الأم أو الأب أحيانا منصر الحادثة يفضل أنه انتقل إلى مكان ما يمفروض تكون أرقام التليفونات للمستشفات القريبة أيضا موجودة عنده يسهل الاتصال بها ويمكن الأمور التي استحدثت هو توفير البيئة الآمنة دخل بها حتى التخريط المدروس لتوزيع الأثاث في المنزل اختياره بدون حواف حادة اختياره بعيدا عن تكون الأجزاء الزجاجية أو التحرف الزجاجي عن متناول أطفال فيمكن هاي دعوة لكل أولياء الأمور لإعادة ترتيب الغرف والأثاث الغرف داخل المنازل بحيث يكون آمن وسليم أكثر أيضا في الفترة الماضية تم إصدار بعض القوانين التي صدرت في دولة الإمارات على مشروع قانون انتحادي بشأن حقوق الطفل واستحداث وتعديل عدد من المواد والبنود الخاصة لتهدف إلى تمتع بكافة حقوق ووضع الآليات المناسبة لحماية الطفل وحضر تعريضه لأي إجراء تعسف أو غير قانوني أو المساس بصحته وتأكيد عن موضوع الرعاية الصحية للأطفال يعني في مشروع لقانون قائم على الرعاية الطفل وبالأحرى الرعاية الصحية لهذا الطفل في دولة الإمارات عموما دكتور الموضوع كبير الواحد يعني حاولنا نختزله حاولنا قدر الإمكان أن نطرح الكثير من المواضيع لكن الوقت أدركنا دكتور في أقل من ثلاثين ثانية أبغي كلمة أخيرة منك طيب كلمة الأخيرة إلى أولياء الأمور مسؤولية الحفاظ على سلامة الأطفال مسؤولية الحفاظ على الأطفال من الأذى من الإصابات البالغة هي مسؤولية الأهل بالدرجة الأولى والأخيرة نحاول أنه ما نتخلى عنها إلى حد آخر نحاول أنه نزيد وعن الصحي قدر الإمكان سواء بقراءة سواء بمشاركة بدورات بمعرفة بالأمور البسيطة الممكن أن نعمله في البيت خل راجع مثل ما قلنا يمكن هذا دعوة للأهل أنه تراجع كل الغرف المنزل إذا فيه بما يخص الأجزاء اللي ممكن تسبب الإصابات إذا فيه جزء مكشوف أو من الأسلاك مثلا نحاول قدر الإمكان نوفر بيئة آمنة نوفر بيئة سليمة ونحافظ على الأطفال من الأطفال الدكتور طارق خاشم حبيبة ساموراي اختصاصي أول مسؤول وحدة الطوارئ للأطفال من المستشفى دبي نحن شكرين لك توجدك معنا شكرا جزيلا لك وأيضا مستمعين كل الشكر على حسن الاستماع ونتمنى لكم إن شاء الله قضاء يوم جميل وهني بعد أبغي أتكلم حقيقة بدعوة وأكد على الكلام اللي قال الدكتور بالنسبة لأولياء الأمور سلامة الطفل الجسدية سلامة الطفل الصحية النفسية هي كلها مواضيع تتعلق ب مسؤوليات خاصة بكم أنتم أنتم القادرين أنكم أنتم تحافظون على سلامة أعيالكم محد غيركم عموما أنا كذلك أبغي يعني كنا اليوم ناوين نتكلم نذهب إلى إطلاق الملف الطبي الذكي الشام السلامة والملف الطبي الإلكتروني الموحد نابض لكن ما سعفنا الوقت إن شاء الله غدا سوف نحاول قدر الإمكان نطرح هذا الموضوع على طاولة النقاش ونعرفكم أكثر عن هذين المشروعين أيمن قال لي الوقت خلص فيزاك الله خير أيمن سرحيل مخرجنا اليوم والشكر موصول لكل من ساهم في إعداد هذه الحلقة وهذه تحياتي محدثكم أحمود يوسف وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي